السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزي طلبة وطالبات الصفقة الثانية الاعدادي رجعنا لكم النهاردة ان شاء الله عشان نكمل شرح يونت 9 الوحدة التسعة معدنا مع الدرس التالت والرابع كتاب المعاصر هنقرى دلوقتي بيج 117 وطبعا في ميزة كويسة في الدرس التالت والرابع ان ما فهمش قعدة يعني مجموعة من الكلمات ودرس قراءة واستماع ما فيش جرامر في الدرس التالت والرابع اللي فاتوا الدرس الاول والتاني هيلاقهم في صندوق الوصف وفوق في قيمة التشغيل يختار الصفقة الثانية الاعدادي هيلاقي شرح الدرس الاول والتاني بالورق بتاع الشرح موجود وجاهز وكده يبقى بقلنا فيديو واحد تاني في اليون الده وبعد كده هنبدأ نحل هنقرى دلوقتي الكلمات مع بعض أوركسترا أوركسترا ميزيشن ميزيشن رات유 رابطر رات유 رابطر دوسيقى دوسيقى سيقى 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 السيقى وذو النرى واندر واندر حوش حوش لين 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 deaf, pral, pral, skilled, skills, Frenchman, surprising, wheelchair, wheelchair, include, include, interview, interview, traffic lights, traffic lights, stirs, stirs, join, join, classical music, classical music, public transport, public transport, objects, objects, shout, shout, imagine, imagine, introduction, introduction, recently, recently, difficulty, difficulty, list, list, relationship, relationship, carefully, carefully, cry, cry, jump, jumbled, guess, guess, events, events, blog, blog, newspaper, newspaper, relationship, relationship, carefully, carefully, cry, cry, jump, jump up, guess, guess, events, blog, blog, newspaper, newspaper, رقموات الأفعال Learn, learned, 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 meet, met, met, fall, fill, fallen, hurt, 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 height, head, hidden, leave, lift, lift, behind, in front of, international, local, interesting, boring, بعد كده عندي درس القراءة ونبدأ في درس الاستماع في كتاب المدرسة 26 وموجود في جامي موبيت اللي معا اي واحد منهم يفتح بزور مدرسة خاصة في كايرو دي مدرسة البنات بيدرسوا المواد العادية بتاعتهم في الصباح وبعد كده بيمرسوا وبيأخذوا الايل الموسيقية المفضلة عندهم بعد الظهر الظهر الكثير من المسيقين في هذه المدرسة يتعلمون في أركسترا معظمهم ينضم الفرقة موسيقية أو أركسترا يسمى النور والأمل تشامبر أركسترا هذه أركسترا تتعلمون الفرقة تتعلمون في حفلات موسيقية في أستراليا، جرمانيا وشاينيا وعلى العالم يتعلمون في كل أنحاء العالم ما الخير والcurrent وملكم المما أفضل تتعلمين المميز في هذه المدرسة، هنا ان كلهم طوال طوال جرم SAND أركسترا يشعر integrals كلاسيكل أرökسترا وموسيقيا بيأذفوا موسيقى دولية وعالمية وموسيقيا أيSub ولاجtatانيو دي فرقة النور بعد كدأ بيقول لي هيا نذهب ونقابل أحد الموسيقيين عندي هنا درس القراءة 86 في مدرسة بنات العمي في القيارة إمام باتر واحدة إحدى الموسيقية بطريقة جيدة جدا بدأت وي عندها 6 سنين إمام باتر أصبحت عمي عندها 2 سنة أو 3 سنة كان عندها سنتي تحب تازف الأركستر لأنها أحب الموسيقى تحب الموسيقى وعن بها مع أصدقاء صعب جدا تتازل باستخدام الإدين and then remember it I would like to go to one of their concerns أنا نفسي أروح إحدى حفلتهم وطبعا زي ما احنا متعودين كل كم واحدة بيبقى فيه story بيبقى فيه قصة كان عندنا قصة time machine في الترمي التاني قالت الزمن في unit 7 النهاردة عندنا قصة اسمها little woman الإمراءة الصغيرة كانوا بيخيطهم ميج وبيث وامي جو دخلتهم معاها نوزبيبر جريدة وبدأت ترى زي ما في الصورة كانوا بيخيطهم التلاتة وهي دخلت عليهم anything interesting واحدة من البنات هي ميج يتلاقي فيه حاجة interesting شيقة يعني أو مثيرة دي مجرد قصة what is it called بس يتلاقي اسمها هي القصة دي she wondered تسألت why joe was hiding behind the newspaper واحدة من البنات تسألت هي جو مخبية إيه ورا النيوزبيبر أو خلف النيوزبيبر خلف الجريدة ده اللي هنعرفه دلوقتي هنا ردت جو قالت it's called the rival painters said joe ده الاسم بتاع القصة why don't you read it to us أسكت ايمي ميجتلا طب ما تقريها لينا جو started to read it very quickly بسرعة the geveless listened carefully سموها بحرز the story was very sad القصة كانت حزينة i like it said meg ميجتلا انا حبيتها at the end حبيت نهايتها she was crying قالت لو قد بتبكي isn't it strange that the characters are called two of our favorite names هي مش غريبة اني فيها شخصيتين بنفس اسمانة pith saw joe's face بسط على جو who wrote the story she asked قلت له من اللي كتب القصة دي joe jumped up قفزت through the paper down and said your sister أختك اللي كتبتها you shouted meg it's very good said emi يبقى جو طلعتها اللي كتبت القصيدة وقصيدتها نزلت في ال new newspaper وهي مبسوطة بكده i know it i know it oh i am so proud انا فخورة said pith hugging her sister وحضنت أختها يبقى تلخيص القصة عشان لو كان في حد ما فهمهاش القصة كلها فكرتها ان جو كتبت قصيدة وقصيدتها نزلت في الجريدة ودخلت قريطة على إخوتها وفجئتهم بان لها قصيدة نزلت في الجريدة بعد كده عندي video script can you sing تعرف تغني do you know how to dance طعف ترقص perhaps you can act ممكن تكون بتمثل but are you able to sing طعف تغني and act at the same time like the famous one in sydney استراليا فيها واحدة مشهورة جدا هناك there are many famous operas such as carmen في أبرا كارمن the purple the purple of civi and tusca opera singers المغنين الأبرا such as maria sellas bilkado domingo and luciano paforti are able to sing very well بيغنوا حلو جدا دولة من أشهر الناس بتاع الأبرا جوسيب verdi was an italian who wrote some important operas verdi كتب معلفات كتير في الأوبرا in the 19th century في القرن 19 one of his most famous operas is called aida اللي هي أبرا عيدا دي من أشهر معلفاته هيبدأوا يتكلموا عنها بالتبصيل aida is set in حدثت ancient Egypt في مصر القديمة it's about a soldier عن جندي who loves a princess بحب أميرة it was first to perform it أول مرة اتعملت at zack devia opera house in kairu اتعملت في بيئ دار الأبرا في القاهرة in 1871 at this time this opera house was the biggest in africa كانت أكبر أبرا في أفريقيا and one of the most important opera houses in the world واحدة من أكبر الدار بتاع الأبرا على مستوى العالم كانت أبرا عالمية إيه اللي حصل للأبرا دي بعد كده it was destroyed it dhammarit in a fire في حريق in 1971 but a new opera house opened in 1988 it's called the kairu opera house this is a beautiful building on jazero island thousands of people come here every year بيقوا لسانة to watch operas and other performances عشان يشوفوا الأبرا والأداءات such as applet or music زي الحفلات الرقصة بتاعت البلي do you like opera بيسألكوا أنتوا سؤال في الآخر بيقول لكم do you like opera هل أنتوا بتحب الأوبرا اللي بيحب الأوبرا طبعا هيقول yes واللي ما عندوش حب الأوبرا هيقول no وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس التالت والرابع درس سهل ما فيوش تفاصيل مجموعة من الكلمات ودرس كراءة ودرس استماع انتظرونا إن شاء الله الفيديو القادم هنشرح آخر درسين listen five and listen six وبعد كده هنبدأ نحل مع بعض تدريبات كلها كتاب المدرسة بالتفصيل كتاب جيم كتاب بيت كتاب المعاصر واللي عندي استفسار يكلمني في مع تمنيات بدوم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته